اشتركوا في القناة 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 اللي بيعملها محمد صلاح لما بيتقلق وإزاي كل المصريين بيبقوا سعداء إزاي بنشوف التايم لاين على السوشيال ميديا في كل التطبيقات في الحقيقة الناس كلها بتتكلم عن محمد صلاح الناس كلها بتنشر صوره المود بيبقى مظبوط كده شوية لما صلاح بيقدر أنه هو يتقلق ونشوف عالم مصر في درجات الأنفلد ونشوف الهتاف الشهير جدا الإيجيبشن كينج ده هتاف بالنسبة لنا يعني حاجة بنفرح بيها جدا لما تكون للاعب مصري من عندنا هنا من مصر من نجريج اللي قدرت أنه يتتفوق عن نرويج مبارح بعد ما إيرلين جالاند مقدرش أنه يحرز أهداف خالص في المباراة أو حد حتى الآن ليه في البريمير ليج مقدرش يحرز فيها أهداف ولا يصنع على الإطلاق ويمكن هو لعب مطشين قدام ليفر بول مطش في الكمبيونيتي شيلد في بداية الموسم قبل الانطلاق بطولة الدوري مقدرش أنه يعمل أي حاجة وقدر ليفر بول يفوز 3-1 ومباراة المباراة اللي مقدرش أيضا أنه يفوز أو يحرز أهداف على ليفر بول وشكلها كده اعتبقى عقدة لهالند زي ما صلاح أصبح عقدة ليه مطشيستر سيتي وواصل إحرازه للأهداف قدام فريق جورديولا اللقطة كمان اللي كانت جميلة جدا بعد المطش جورديولا اللي هو أفضل مدرب في العالم في الحقيقة على مدار سنوات عديدة سابقة ولحد دلوقتي بيبقى حريص جدا أنه هو يشيد بمحمد صلاح يتكلم معاه يعتذر له بشكل أو بآخر أنا فسرتها كده على اللي حصل مع برناردو سيلفا شوف كمان احترافية صلاح في التعامل مع الأزمة اللي كانت عابرة خلال الموبرانة مع برناردو سيلفا لما كان صلاح لي فاول برناردو كان متشعبت كده في صلاح بيحاول يوقعه ولقطة تباين لك قد إيه مدى قوة صلاح ماشاء الله عليه ربنا يحميه رب من الإصابات ومدى إصراره على الحفاظ على الكورة لكن اللي حكى ما أنصفوش في لعبة زي دي تنارفس كلوب خرج مطرود في نفس الوقت برناردو سيلفا راح يشد مع صلاح حاول يحتكي به جسديا صلاح باحترافية كبيرة جدا وبإخلاقه المعهودة عليه وأنه بيحاول بشكله وبآخر ما يقللش من من كنته ونجوميته بشكل كبير أكيد وجه بعض الكلمات القاسية لبرناردو سيلفا لكن ما احتكيش به جسديا ودي اللقطات بشكركم يا جماعة طبعا إنه الصح يا معنا حلوة قوي الكلام ده دي لقطة بصراحة عابرة إن انت إزاي تقدر توقف محمد صلاح برناردو سيلفا من أفضل اللاعبين بالمناسبة نشوفهم في العالم لعيب كبير جدا ولعيب مؤثر قوي في صفوف منشستر سيتي لكن مش أول لقطة ببرناردو سيلفا مع محمد صلاح السالي فاتت في الهدف الشهير لمحمد صلاح اللي راوخ فيه برناردو سيلفا وعدى من أعتقد ساعتها دياز وقدر إنه هو يجيب هدف عالمي في مباراة منشستر سيتي الدور الأول على ما أتذكر أعتقد الدور الأول السنة فاتت كان لقطة برضو موجود فيها برناردو سيلفا لكن ده بيبين لك مدى الكواليتي ومدى جودة محمد صلاح هذا اللاعب العالمي الأكيد يعني معدوش فرص السنادي لن يفوز بالبالون دور النهاردة بتحديد في الحفلة لكن في كل الأحوال من المرشحين ودي حاجة برضو بنفتخر بيها صعداء جدا بنجمينا العالمي محمد صلاح الأهم أنه هو يعني الاستفاقة دي تستمر بالنسبة له ويواصل على هذا المنوال وهذا الأداء المميز خلال المباراة القادمة مع ليفر بول سواء في الدور الإنجليزي أو حتى في بطول الدور أطال أوروبا بالمناسبة أسبوع كان سعيد بالنسبة لكل محترفين المصرين في الخارج بداية مرموش اللي قدر أنه يحرز هدف على طريق تعمل متعب في الاتحاد اللي بي أكيد فاكرين المباراة دي ونقدرش ننساها 3-0 للأهلي وكان هدف رائع كمان لشهاب وكان فيه هدف لمحمد فضل على ما تذكر لكن هدف عمد متعب كان الأحلى في الحقيقة امبارع أو أول امبارع بتحديد عمر مرموش جاب هدف نسخة طبق الأصل من هدف عمد متعب لعيب مميز جدا عمر مرموش أتمنى أنه هو ينضم للدور الإنجليزي وأتوقع أنه ده حيحصل كمان مصطفى محمد جاب هدف معنان تفوزه بربعية على بريست الفرنسي امبارح في الدور الفرنسي أحرز الهدف الثالث وخد كمان أفضل لعب في الشهر فدي حاجة كويسة جدا بالنسبة للعاب مصر المحترفين في الخارج ولعاب منتخبنا الوطني الأول أحمد حجازي هدف كمان امبارح مع التحاد جادة في مرموش الوحدة في الديئة 78 تقريبا هدف من ضربة ركنية بالرأس إدران هو أحرزها وهدف أقصى من رؤى على أحمد حجازي مين تاني يا جماعة بتريز جيب تريز جيب جاب هدف في بيشكتاش أحد فرق القمة في تركيا هو لعب ترابزون بطل الدوري الموسم الماضي في تركيا هدف أيضا كان جيد فتريز جيب يواصل تقلقه أحمد حسن كوك يا جبا كمان جاب هدف ربما كنتش نسيت حد يا جماعة أعتقد كده بس يعني تقريبا ممكن قلنا كل الأسماء فكل المحترفين زي ما حالكم شايفينهم في الصورة بيتوهجوا في الملاعب الأوروبية وأكيد أبرزه من جمينا العالمي اللي يلعب في أقوى دوري وهو محمد صلاح وبنفرح جدا لما أي حد من المحترفين يتقلق ويعمل يعني أداء جيد في مختلف المباراة في الدوريات الأوروبية الكبرى ده على الصعيد العالمي لكن على الصعيد المحل والأهلي بيستعد طبعا لمباراة الأربع قدام فريق الإسماعيلي في مستهلم شرف بطولة الدوري لكن الدوري حيبتدي بكرة بالتحديد بعدد من المباراة أعتقد تلاتة بالضبط رغم أننا طبعا نهتم جدا بالدوريات الأوروبية لكن يبقى الدوري المصري ليه كده يعني مزاقها صعد المصريين واهتمام كبير جدا ودائما بنبقى حرسين أننا نتابع كل المباراة وأعتقد أن السنة دي المطشات ستبقى غاية في القوة الندية والإصارة بصراحة في الدوري المصري بدون مبلغة لأن شرفنا فرق كتير جدا حفظت على لعبيها المميزين فرق كتير جدا قدرت كمان أنها تدعم بشكل مميز فكل المطشات صعب والكل بيستعد بمنتهى القوة لكن بالتحديد هتكلم عن نادي الأهلي اللي النهاردة الفريق أجازة بعد قرار من كولر كده كده فيه مخزون بدني مميز على مدارة فترة كبيرة فاتت سواء من خلال استعداد بمعسكر داخلي ونظام اليوم الكامل أو من خلال مباراة الودية أو حتى من خلال مطشن رسميين قدر أن الأهلي تفوق فيه متقلق من خلال فوز بنتيجة 4-0 في مجموعة المطشن قدام فريق الاتحاد المنستيري ففيه مخزون بدني إن بلح كان فيه مران النهاردة راح تبقى للبرنامج اللي وضعه جهاز الفني بكرة إن شاء الله الفريق حيستأنف تدريباته على ما أعتقد يعني التدريبات اللي بتبقى قبل الممباراة بيوم بتبقى دايما الساعة 4 أو 5 بعدها هيعلن على طول الفريق عن القائمة أو يعلن جهاز الفني بكاوضية كولر عن قائمة الأهلي لمباراة الإسماعيلي اللي التالت مرة على التوالي الأهلي بيقابل الإسماعيلي في بداية مشواره في بطولة الدوري السنة اللي فاتت الأهلي كان كسب 4 سفر في مباراة بيرسيتاو الشهيرة أو المباراة اللي مع النادي الأهلي بهدفين وبمناسبة طبعا بيرسيتاو خلاص بيشارك في تدريبات بشكل كامل وإن شاء الله يكون إضافة الفرقة في فترة جاية ويتم تجهيزه بشكل قوي جدا وربما يلحق بمباراة السوبر أمام نادي الزماركي 28 إن شاء الله هذه المباراة الألهم كمان الموسم اللي قبله لعدنا الإسماعيلي وكسبنا 3 سفر على ما تذكر في أول مباراة أيضا في بطولة الدوري نتمنى كمان أن المباراة الأولى السنة دي في بطولة الدوري قدام برضو الإسماعيلي الفريق المحترم المميز جدا اللي عنده تدعمات وعنده جهاز فني جديد جيد بقياسة جرده نتمنى إن شاء الله الأهلي يقدر يفوز في هذه المباراة بأداء ونتيجة جيدة رغم صعوبتها بكل تأكيد لكن الانطلاقة زي ما كانت في بطولة الدوري أبطال أفريقيا مناسبة نتمنى إن شاء الله نهيكون مناسبة جدا كمان في بطولة الدوري دي لقطات من الاستعدادات الفريق اللي كانت بالأمس واللي هتتواصل غدا أو هيتم استقنافها غدا كاستعداد أخير بإذن الله تعالى لمباراة الإسماعيلي اللي طلب بشكل كبير جدا أنه يلعب مباراته في القاهرة وده طلب بناءا عن مين أو على تصرحات مين المهندس يحيقوني رئيس نادي الإسماعيلي عشان أحدش يا جماعة يجي يقولك إيه هو ليه الأهل ما بلعبش في الإسماعيلية أتمنى إن السنة دي نخلص من النغمة دي بقى أكتر فريق متضرر إنه ما بلعبش في الإسماعيلية هو النادي الأهل ليه؟ لأنه ما بلعبش في الإسماعيلية المطشي تيعمل على أرضه اللي بيقدر من خلاله أو من خلال الأمن في القاهرة والجهات الأمنية إنه هو يحصل على موافقات الأمنية إنه يلعب في القاهرة بالتالي ما بتقدرش حتى لو عندك الموافقات تلعب في القاهرة عشان يقولك تكافؤ فرص لو ما لعبتش مطش هناك في الإسماعيلية فتلعب برضو المطش في برج العرب زي مطش الإسماعيلية فهنا يا جماعة أهو مش الأهل السبب مش الأهل السبب دي جهات أمنية هي القضرة بكل الأمور زي دي الإسماعيل بنفسه بمسؤولي تصرحاتهم كلهم عايزين نلعب في القاهرة مع الأهل فأهلا بيهم الأهل ما عندوش أي مشكلة لو حيلعب طبعا في القاهرة أستاذ الدفاع الجوي طبعا كل الاحترام للجهات الأمنية أين كان قرارهم دي حاجة تخصهم لكن الأهل مش متسبب خالص أو الناس اللي بتحاول تشكك في الأسباب اللي بتؤدي لعدم لعب النادي الأهلي لمبارياته في الإسماعيلية بالمناسبة حتى الآن مفيش موافقات من مطش تلعب في أستاذ كلها حربية فالحد دلوقتي هو في برج العرب مفيش أي جديد بالنسبة لمكان هذه المباراة بين الأهلي والإسماعيلي أو بالإسماعيلي والأهلي لأنها مباراة النادي الإسماعيلي طيب بما أننا بنتكلم عن نادي الأهلي وقبل ما روح للتصنيف الإفريقي خلينا نتكلم عن قايمة الفريق لأن قايمة الفريق مهم جدا أننا نتطرق لها ونشوف مدى الجودة اللي موجود وهعيد وكرر تاني مش معنى أننا بقول أننا عندنا لعبة سوبر في القايمة وده حقيقي واكتشفنا بشكل كبير قوي وتأكدنا أن الراحة اللي حصل عليها لعبه النادي الأهلي خلال ما تبقى من مراحل أخيرة في بطولة دوري الموسم الماضي إزاي جات بالعائد الإجابي عليهم على حالتهم الزهنية والنفسية والبدنية وده اللي شفنا في المطشين الأولينين في بطولة دوري أبطال أفريقيا قدام الانتحاد المنستيري فأكيد برضو الأهلي محتاج بعض التدعمات البسيطة ربما تحدث في شهر يناير لكن ده ما يمنعش أبدا أن أنت عندك يعني عناصر سوبر في مختلف المراكز في مختلف المراكز يعني ما تيجي تتكلم على حيث المرمى وأنا كده أجيب لك القايمة المحلية بالنسبة لنادي الأهلي محمد الشيناوي علي لطفي ومصطفى شوبر ما فيش غبار على إمكانياتهم الشيناوي أفضل لاعب في قارة أفريقيا علي لطفي ومصطفى شوبر قدوا بشكل أكثر من رائع في الموسم المنقضي في المراحل الأخيرة فبالتالي منطمنين جدا في المركز ده وعندك حمزة علاء وعندك مصطفى مخلوف ما شاء الله كمان حاجة وعيدة جدا في خط الدفاع أكرم توفيق اتطمننا قوي قوي ربنا يحميها رب من الإصابات شفنا أكرم في المطشين الرسميين اللي فاتوا إزاي أدى بشكل مميز تخش على محمد هاني لعيب كبير جدا وعنده أمكانيات كبيرة حتى لو ما كانش موفق في بعض الفترات لكن عندنا ساقة كبيرة جدا جدا في شخصيته وإمكانياته كريم فؤاد برضو كذلك لما لعب السنة اللي فاتت عبد المنعم وجهة ناظر أنا بشوفه من أفضل المدافعين في أفريقيا بدون مبالغ من أفضل المدافعين في أفريقيا عندك أيمن أشرف برضو من اللاعبين أصحاب الخبرات ياسر إبراهيم برضو من اللاعبين المميزين جدا رامي ربيعة كذلك لعيب مهم وشوفنا أهميته في الموسم الماضي متولي اللي بيعود بصورة جديدة مهمة جدا بالطمن جماهير النادي الأهلي بص الأسماء اللي أنا بقولها لك عندك مغربي عندك علي معلول بيظهر بشكل مميز جدا مع بداية الموسم فيه محمد نصير من عناصر الشبة في خط النص زي ما انت شايف كده عندك أليو ديانج في حد يختلف على أليو ديانج لا طبعا السلية حد يختلف عليه لا طبعا حمد فاتحي كذلك ما حدش يقدر يختلف على إمكانياته كل دول لعبين دوليين عندك حسين الشحات محمد محمود طهر محمد طهر بيرسي تاو ان شاء الله يرجع طهر طبعا متراح عمل بداية ممتازة بيرسي تاو ان شاء الله يرجع بشكل مميز زياد طريق موجود مجد أفشة طبعا مش محتاج برضو ان احنا الكريم عنده بيرسي تاو وابوادر إجابية جدا من خلال أداءه في المطشين عبدالقادر ما شاء الله تطور ملحوظ في المستوى محمد فقري عمار حمدي يرجع من الإصابة ان شاء الله على خير عبدالرحمن مانو موجود وليد مصطفى وقهربة كمان في الحسابات وفي خط الهجوم حسام حسى ومحمد شريف وشادي حسين سلاسي قوي جدا فاحنا متطمنين على النادي الأهلي بشكل كبير وان شاء الله بإذن الله الأهلي يكون موفق في هذا الموسم عندي لسه حديث عن تصنيف الأندية الأفريقية في بطولة الدوري أطال الأفريقية هنتكلم عنها بس بعد الفصل استنون يلا بينا اهلا معاكم مرة تانية خلينا نتكلم عن تصنيف الأندية الأفريقية أو بتحديد تصنيف المجموعات والأندية المشاركة في دور المجموعات التوري دوري أطال أفريقيا ونتناولهم ونقول الفرق بالتحديد نبتدي بالتصنيف الأول اللي أكيد متوجد فيه النادي الأهلي ومتوجد أيضا التراجل تونسي والوداد والرجاء من المغرب وده بحكم طبعا نتائج الفرق دي في آخر السنوات فطبيعي جدا أنهم يكونوا موجودين هنا احنا بنصطبك الأحداث يا جماعة عشان السؤال اللي ممكن يطرح خلال الساعات الحالية اللي هو إيه؟ ليه بطل الدوري مش موجود في التصنيف الأول أو إزاي يكون بطل الدوري في التصنيف الثاني والفريق صاحب المركز الثاني أو الثالث في التصنيف الأول احنا برضو بنحاول نسبة الأحداث هو بنحاول نجاوب قبل ما السؤال يتسئل وحتى مش هو ياريته بيتسئل مرة واحدة ده بتسئل عشر مرة فعادي ده بيبقى تبقى للنتائج في آخر السنوات بالتحديد يعني لكل الفرق المشاركة هل الترجي مثلا فاز بيه؟ هل الترجي فاز ببطولة دوري أبطال إفريقيا مثلا؟ لا بس نتائجه آخر خمس سنين كويس ستأهله أن يكون موجود في التصنيف الأول الوداد مثلا هو بطل البطولة الأخيرة الرجاء بقى له فاطرة لا يكسبش بطولة دوري أبطال إفريقيا الأهلي آخر ثلاث نسخ وواخد منهم بطولتين وآخر ست نسخ وواصل لخمس نهائيات فطبيعي جدا يكون هو متصدر كمان التصنيف الأول في التصنيف الثاني متواجد نادي الزمالك اللي هو بطل الدوري السنة الفاتد في الدوري المصري متواجد سانداونز متواجد بيترو أتليتكو متواجد حرية كوناكري والتصنيف الثالث سيمبا التنزاني الهلال السوداني شباب الأجداد الجزائري شبابية القبائل الجزائري التصنيف الرابع القطن الكاميروني المريخ السوداني فايبرز الأوغندي وفيتا كلوب أو الرويال كلوب من الكونغو فبالتالي دي التصنيفات من الوارد جدا من الوارد اللي هو القرعة لما تتعامل يعني إن شاء الله من الوارد اللي نلاقي الأهل والزمالك في مجموعة واحدة وأنا من الناس اللي بفضل كده بالمناسبة مش تقليل خالص من أي نادي يعني لا طبعا بيبقى مطش صعب جدا بس التوفيرة للمجود والصفر أنت بتاخد مطش زيادة على ملعبك يعني والزمالك بياخد مطش زيادة على ملعبه وجهة نظر بشوف إن هي حاجة بتبقى إجابية بالنسبة للفرقتين وبتبقى حاجة ممتعة لجمهور الكرة المصرية أقل أعصاب بتبقى مشدودة عند جمهور الكرة المصرية كله في الحقيقة لكن في كل أحوال فرقتين كبار جدا أهلي زمالك لواءه في مجموعة واحدة هنشوف مطشين جمدين قوي قوي في بطولة دولة أطال إفريقيا وبتحديد في دول المجموعات وفي نفس الوقت القرعة هتكون في الشهر المقبل لسه مش عارفين يوم كان بالضبط ما أعلنش لسه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ده بخصوص تصنيف الأندية المشاركة في دور المجموعات من بطول دولة أطال إفريقيا تعالوا بقى نتكلم عن ترند الأهلي وأبرز الأخبار اللي في الترند والأمور اللي تم التطرق لها بخصوص الأهلي على السوشيال ميديا ونفتدي باليوم السابع واللي بيتكلموا عن أن كولر يعد بضلاء الأهلي بالحصول على فرصة المشاركة في مجموعة الدور أعمل زمالي الخبر دي مش منطقي ومعتقدش خالص أن كولر وعد حد لأن كولر مدرب كبير ومفيش مدرب يا جماعة بيوعد لعيد أنا وعدك بإيه أنت لو تقلقت لو تقلقت هتلعب ويضب كولر لعب مطشين والأهلي لعب مطشين يعني لسه بدري على الموسم موسم تول جدا هو خبر مقرر كل سنة مش قصدي على اليوم السابع كل احترام التقدير طبعا في زمالي الصحفين أنا قصدي بشكل عام في الإعلام المصري كل سنة نقول كولر أو موسماني أو فيلر أو فلان أو علان بيوعد اللعبين ما فيش حاجة ما بيوعد اللعبين اللعب اللي حيكتهد ويتعب ويقنع المدرب حيلعب أكيد حيلق نفسه في التشكيل وبالمناسبة لكله حيلعب لأن الموسم طويل ومطشات كتير جدا ومطلوبات مختلفة أوي والأهلي بينفس على كل الألقاب فأكيد كل العناصر الموجودة في القائمة القوية للنادي الأهلي إن شاء الله هتشارك ويكون لها دور لكن أكيد ما فيش مدرب بيوعد لعبين تعالوا نروح لي سبورت 360 على تويتر وبيتكلموا على أن كولر يفكر في إدخال برونو سافيو لمركز الجناح بدلا من مركز صنع اللعب ده وارد جدا بالمناسبة برونو سافيو من اللعابين اللي بيجيدوا إن هم يلعبوا في أي مكان في الخطوط الأمامية إحنا عارفين الأهلي دلوقتي مع كولر بيلعب طريقة إيه؟ أربعة، اتنين، تلاتة واحد في التلاتة اللي هم تحت المهاجم سواء كلاعب مركز عشرة كنعي وينج رايت وينج ليفت بيجيد جدا برونو سافيو كمهاجم كمان بيجيد برونو سافيو برضو المكان الأساسي بتاعه مركز عشرة فبرونو سافيو أكتر كمان بينفع لحية الوينج رايت فحنشوف ده قرار خاص بكولر لكما يكون عندك لعب يقدر يجيد في كذا مركز فبالتالي بيديك أريحية كبيرة جدا كمدير فني وبدايات سافيو مبشرة جدا مع النادي الأهلي نتمنى له التوفيق المسندة المسندة لللاعب ده مهم جدا لإنتوا عارفين دايماً هتلاقوا الناس بتحاول تعمل إيه؟ تشكل في كدرات أي لعب جديد بيجي في النادي الأهلي تلاقي ناس تقولك أصل برونو ده ما قدمش حاجة ده ما عملش حاجة يا حبيبي ده لعب بالضبط ماكملش إيه 180 دقيقة ماكملش يعني في المطش الأولاني ماكملش المطش كله وقارك في ديها حاجة أو سوايا المطش الثاني كذلك فلمساته إجابية جدا كويسة جدا لسه ما فيش تناغم لسه فيش انسجام فبرونو سافيو من العناصر اللي محتاجة حماية ومسندة دي جزئية لازم نركز عليها كلنا في الحقيقة يعني وإن شاء الله اللاعب حييجي منه بشكل كبير جدا طيب الواطن سبورت بتكلمه على ثلاث حلول من كولر لحل أزمة غياب معلول احنا عارفين إن معلول رايح مع المنتخب تونس نتمنى له يا رب كل التوفيق هو والمنتخب التونسي للشقيق فيه بطولة كاس العالم الشهر المقبل في قطر إن شاء الله تبقى بطولة نجحة فبالتالي الحلول موجودة وطبيعية جدا وعارفينها يعني بشكل كبير جدا عندك أيمن أشرف بيلعب كباكر ليفت عندك كمان رقفة خليل بيلعب في المكان ده ولعب في قناعة جدا بإمكانياته بالمناسبة عندك محمد أشرف اللي قده بشكل كويس جدا في الموسم الماضي في آخر المباريات بخلاف عدد كريمي دي بيس اللي موجود في فريق 2003 مع النادي الأهلي في قطاع الناشئين وفيه كريم فؤاد كمان بيلعب سواء كباك رايت أو باك ليفت فأنت نطمن إن شاء الله في المكان ده عندنا حلول في زل غياب معلول المؤكد أثناء بطولة كاس العالم مش عايز أقول في حالة استدعاء أو ما ينفعش ما يتمش استدعاء معلول يعني فده طبيعي طيب تعالوا نروح لخبر آخر وهو بيتعلق ببيرسيتاو بيرسيتاو من اليوم السابع حسنا على تويتر بيرسيتاو يظهر في ممورات الأهلي بشكل تدريجي بعد التعافي من الإصابة وده طبعا اللي حيحصل بشكل كبير جدا خلال فترة الجاية مش شرط يكون بداية من المباراة الإسماعيل مش شرط يعني حتى لو دخل القايبة برضو مش شرط يلعب لسه واحدة واحد يخش بيرسيتاو لكن فيه تمئنان كبير جدا بخصوص شفاءه التام من الإصابة بخصوص جهازيته التامة للمساركة في المباراة لأنه بيشارك خلاص بشكل كامل في التدريبات بداية من المباراة لكن عدد الدقيق اللي ياخدها في المباراة الرسمية ده بيبقى بالتنصيق مع الجهاز الفني والجهاز أو ما بين الجهاز الفني والجهاز التب للفريق الأول لقورة القدم بالنادي الأهلي لكن أكيد بيرسيتاو حيسافر مع الفرقة أبو ظبي ده أمر مؤكد إن شاء الله بإذن الله تعالى علشان يكون متاح للجهاز الفني في مباراة الزمالك الهمة للغاية والصعبة بكل تأكيد. طيب يلا كروح ساوه على تويتر وبتكلمه برضه على بيرسيتاو قال لك إيه بقى الكولر ينوي استبعاد بيرسيتاو عن مواجهة الإسماعيلي حتى يكون جهزا بشكل بدني وفني مناسب لطبيعة المطلوب منه داخل المستطيل الأغضر ده بقى اللي يحدده الجهاز الفني هنشوف اللي ممكن يحصل خلال الكام يوم اللي جايين بكرة القائمة حيتامل أعلان عنها بتاعة مواجهة الإسماعيلي وهنشوف لو بيرسيتاو موجود فهو خلاص بقى جاهز بنسبة 100% لو مش موجود لسه جهزيته لم تكتمل بعد لكن أكيد منتمنين على اللعب إن شاء الله يكون إضافة مهمة جدا ومؤكدة للنادي الأهلي بصراحة لعيب الموسم الأول بالنسبة له مع الفريق ما كانش أحسن حاجة لكن لعيب تقيل لعيب تقيل جدا ووصقين فيه سقا كاملة لسه الحديث مستمر عن بيرسيتاو والحديث عنه بسبب أهميته وسبب الإضافة المتوقعة اللي ممكن يضافها للنادي الأهلي والوطن سبورت بيكلمه على إن الأهلي ينهي تأشيرة صفر بيرسيتاو إلى الإمارات لأخود السوبر أمام الزمالك وده اللي احنا اتكلمنا عنه يعني دي أهم التفاصيل في تريند النادي الأهلي أو تريند الأهلي على السوشيال ميديا لسه عندنا أخبار أخرى مهمة جدا هلنتطرق ليه ونتكلم عنها بس بعد الفاصل استنوني أهلا بحضراتكم مرة تانية نشوف التريند المحلي وأهمه أبرز الأخبار المحلية نبتدي بحساب يلا كورة على تويتر واللي بيتكلمه على إن هل يشهد الموسم الجديد انتهاء صداع التأجيلات في الدورة المصري أتمنى بصراحة كلنا نتمنى كده ونفسنا في دورة يكون منتظم بيدار بشكل احترافي على غرار الدوريات الكبرى اللي احنا بنشوفها كلنا وبيبقى التأجيلات فأضيق أضيق الحدود لما يكون فيه ظرف طارق يعني ما فيش حل غير نكتأجل لكن نكتأجل على الفاضي ومليان كده وحسب المزاج وحسب العلاقات وكلام من ده ده أمر غير مقبول بالمرة عشان نتطور وناخد قطوات صحيحة للأمام يعني فده سؤال طرحته أو طرحه موقع يلا كورة واللي بيكلمه أن بحسب ما أكده عضاء رابطة الأندية ففوضة التأجيلات هتنتهي ودي هتكون أهم أهداف الربطة في الموسم الجديد فيه ظل وجود مساعي لأن ينتهي الموسم في شهر يونيو عشرين تاتة عشرين في موعد قريب من انتهاء المسابقات المحلية في أغلب دول العالم ويعني تصرحات مختلفة من بعض أعضاء رابطة الأندية وبالتحديد الأستاذ أحمد دياب واللي أكد على أن تم وضع نظام واضح ومحدد تأجيل مباراة الأندية المشاركة في البطرات الأفريقية في الموسم الجديد ويقوم على تحديد عدد الأيام الفاصلة بين المباراة المحلية والأفريقية أعتقد ده أمر مهم جدا ما ينفعش يبقى بفرق ما بين المباراة المحلية بتاعتك ومباراة تكون خارج ملعبك في دوري أطال أفريقيا أو في بطاطر أفريقيا أو حتى في الكنفزرالية الأندية المشاركة يكون أقل من خمس أيام لو أنت حتسفر لكن لو ماتش عندك أنا على ملعبك في أربع أيام على ما أتذكر يعني دي اللي حياء فده بخصوص هذه الجزئية وتطرق لبعض الجوانب الأخرى المهمة جدا خصوصا أن الدوري حيلعب في أثناء طولة كاس العالم في قطر ثلاث أو أربع جوالات ودي برضو حاجة إيجابية عشان ما يبقاش في تراكم مباراة على مختلف الأندية ونعاني معاناة متكررة تحصل كل سنة بسبب ضغط المنشاط وبخصوص الإيجاد طيب كرة اللي بلح سوى على تويتر وتصرحات للأستاذ أحمد دياب واللي قال قاعد جمهير الكرة المصرية أن هذا الموسم سيكون مختلفا إحنا واسقين فيهم بصراحة الناس عملوا شغل مميز جدا الموسم الماضي رغم بعض الظروف اللي كانت يعني خارجة عن الإرادة لكن إن شاء الله بإذن الله الموسم الجديد نشوف تطور أفضل ونظام أكتر بخصوص مسابقة بطولة الدوري وكانت خطوة ممتازة جدا خطوة رابطة الأندية عجبني جدا كمان نيتهم في أن هم عايزين يعملوا جوائز لكل أفضل لعب في كل جولة أفضل لعب في الشهر أفضل مدرب كل الحاجات اللي نحن نشوفها مثلا في الدوري الإنجليزي دي لأ ما فيش مشكلة ما نقلد ونحاول نبقى زي الناس الكويس عادي فأنا تمنى إن شاء الله أنهم يقدروا ينجحوا في الخطوات المهمة اللي زي دي طيب نروح كمان ماشي معلش نرجع واحدة يلا نروح للوطن سبورت وفيتوريا يعود إلى القاهرة اليوم وجلسة مع حازم إمام لإعتماد ودياتي نوفمبر نحن عارفين نحن عندنا مطشين وديين في شهر نوفمبر بالنسبة طبعا لمنتخبنا الوطني الأول مطش حيكون يوم 18 قدام منتخب بلجيكا مباراة مهمة جدا بيستعد من خلال منتخب بلجيكي لمباراة كاس العالم وهو ده المعسكر الأخير قبل البطولة الكبيرة جدا والأكبر على مستوى العالم وفي نفس الوقت منتخبنا الوطني يستعد من مختلف التحديات وأبرزها طبعا تحدي التصفيات الأفريقية مؤهلة بتويتنا الأفريقية المقبلة اللي في الغالب حتكون في المغرب في الغالب لحتى دلوقتي ما تمشي الإعلام بشكل رسمي لكن من المطش اللي حنلعبه قبل مطش بلجيكا مطش بلجيكا 18 هنالعم مع مين بقى لسه ما تمش تحديد الطرف لكن الأقرب يقى منتخب الكويت أو منتخب سوريا والأقرب في الحقيقة هيكون منتخب الكويتي خصوصا أن تكون هناك موجود في الكويت فقبل مطش بلجيكا بتاعتين بالتحديد يوم 15 ممكن جدا تلعب مع المتخب الكويتي وأكيد تتبقى تجربة برضو مفيدة تستعد من خلالها أو لمطش بلجيكا بتحديد يعني طيب الحساب الرسمي التحدي لمصر الكورتر قدم على تويتر وبيقولوا أن روجيرو ميكالي المدير الفاني منتخب مصر أعلن قائمة منتخب مصر الأولمبي للتصويرات الأفريقية مؤهلة لأولمبيات باريس عشرين أربعة وعشرين قائمة زي ما حراركم شايفينها كده قدامكم نقرأها تعالوا نقرأ القائمة في أحرار ستمر محمز علاء علي محمد وأحمد نادر السيد في خط الدفاع محمد أشرف محمد مغربي عبد الرحمن رشدان كريم الدبيس محمد طارق حسام عبد المجيد حشام محمد شعبان وأحمد عيد محمد عبدالله عادل عزت محمد سمير إياد العسقلاني خط الوسط رقفة خليل مصطفى سعد أحمد نبيل كوكا محمود صابر إبراهيم عادل علي محمود فؤاد ووليد علي فرج وعبدالغاني محمد وعماد ميهوب وزياد محمد كمال ومحمد شحاتة محمود وعربي بدر خط الهجوم حسام أشرف أحمد سيد غريب عبد الرحمن عاطف وأسامة فصل والله أسماء كويسة يعني عندنا أسماء في المنتخب الأولمبي كويسة جدا إن شاء الله بإذن الله يكونوا موفقين في التأهل الأولمبياد عشرين أربعة عشرين في باريس خلينا نروح لفاصل بعدين يبقى عن كامل أهلا بحضركم مرة تانية طبعا جايزة البالوندور الحفلة هيكون النهاردة أعتقد الساعة سامعة جماعة مش فاكر لكن في كل الأحوال حفل الناس كتير جدا هتتركبوا وحنشوف مين الفائز ويمكن الأقرب بكل تأكيد هو كريم منزمة طبقا يعني للتسريبات اللي خرجها وطبقا للمجهود وعلى مدار الموسم الماضي اللي قدر أنه يفوز فيه بمختلف بطولات معارية المدريد ومش بس كده أدى أداء أكثر من رائع في الحقيقة ومقنعة جدا وأهداف مؤسرة ويعني إنجازات فردية كمان جايدة للغاية الصورة اللي حاليكم شايفينها دي صورة محمد صلاح مع شهادة الترشح لجائزة البالندوج معتقدش صلاح يكون موجود في الحفل النهاردة مع أني أتمنى أنه دايما يكون موجود طالما مرشح في المناسبات العالمية والكبيرة جدا والضخمة اللي زي دي حاجة بنسعد بيها لكن صلاح قدر يعني بقراراته وبكل تأكيد فإن شاء الله مرة جاية يكون موجود على رأس المرشحين كمان للفوز بهذه الجائزة الهمة جدا طيب فبالتالي توقعات حضراتكم إيه للفائز سعيد سعيد قالك فيشجر كريم بنزمة كمان محمد سيد قال كريم بنزمة وطريبا نتوقعات كلها كريم بنزمة طيب خلينا نختم حلقتنا النهاردة مع حضراتكم دي كانت حلقة مهمة من الترند وكمان خدنا بعض من تفاعلاتكم وإن شاء الله بإذن الله نتقابل في حلقت أخرى جديدة من نفس البرنامج استنونا دايما إلى اللقاء